مجلس الأمن الدولي وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تقدم بطلب عضوية بلاده لهيئة الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي على الرغم من المعارضة الشديدة التي تلقاها من الدول الغربية تلك المعارضة التي ازدادت بعد اعتراف اليونسكو بعضوية فلسطين وفي سياق متصل أعلنت الإدارة الأمريكية الثلاثاء الماضي أن ممثلي لجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط سيعقدون الاثنين المقبل في القدس جولة جديدة من الاجتماعات لتحريك عملية التسوية في الشرق الأوسط لمناقشة هذا الموضوع ورحبوا معي هنا في الستوديو بالكاتب والصحفي محمد عيش أستاذ محمد نرحب بك في أضواء الأحداث أخي محمد بداية من منتهيت به في مقدمة اجتماع لجنة الرباعية هذا الاجتماع الذي يأتي بعد استحقاقات كبيرة جدا ليس أقلها الذهاب إلى المجلس الأمن لطلب العضوية لدولة فلسطين ما الذي يمكن أن يتوقع أن يتمخض عن هذا الاجتماع؟ أولا هذا الاجتماع هو استكمال للاجتماعات السابقة أو الاجتماع الرباعية أو ما سيُعقد الاثنين هو ليس اجتماع واحد سيُعقد يوم الاثنين لقاءات من قبل ممثلين لجنة الرباعية في القدس مع كل من الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني وهذا استكمال لقاءات اللجنة الرباعية وما تم توصل إليهم من قبل الرباعية في 28 أكتوبر الماضي قبل حوالي أسبوعين من الآن في 28 أكتوبر الماضي تم الاتفاق على أنه خلال ثلاث شهور سوف يقدم الطرفين تصورات تتعلق بالحدود وبالأمن وهذا يعني مقدمة أو ليؤسس لاستئناف المفاوضات التي هي مفاوضات الحل النهائي المستمرة منذ سنوات طويلة وعمليا متعرقية ما هو المتوقع يوم الاثنين المقبل أو ما هذا سيجري خلال هذه اللقاءات أنا أظن أنه سوف لن يكون جديد أساسا ما تم الاتفاق عليها والمهلة الممنوحة من قبل الرباعية للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من أجل تقديم تصورات هي ثلاث شهور مضى من هذه الثلاث شهور وأسبوعين فقط وبالتالي ليس متوقع أن يتم طرح تصورات جديدة من قبل الطرفين في غضون هذا في هذا الاجتماع بالتحديد ما هو تأثير مداولات مجلس الأمن المتوقعة خلال الأسبوع القادم بعد تقدم فلسطين السلطة الفلسطينية بطلب العضوية ما هو تأثير ذلك على تلك اللقاءات بالنظر إلى أن اللقاءات من حيث المبدأ لا علاقة لها بموضوع طلب العضوية نهائيا نعم أنت سبقتني هي لعب شكليا أو قاهريا لا علاقة لها لكن في الحقيقة أظن أن هناك ارتباط وثيق ليس فقط فيما طلباته السلطة الفلسطينية من مجلس الأمن وإنما أيضا ما يجري في المنطقة ككل الآن اللجنة الربائية تبذل جهودا لإحياء عملية السلام أو لإحياء المفاوضات بسبب التطورات التي تحدث في المنطقة ومن بين هذه التطورات الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن من أجل الحصول على عضوية كاملة وهذا الطلب الذي يبدو أنه سوف يتعرق الكامل سنناقش هذا التفصيل واحتمالات تعثرية واحتمالات أيضا نعم أنا أعتقد أن الربائية تريد أن تجلس مع الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل أولا أن تقوم بابتزاز الفلسطينيين لنقول بتقديم مزيد من الضمانات الأمنية للإسرائيليين والاستمرار في هذا المشوار أصلا المشوار الطويل أيضا سوف يتم بحث الوضع المالي أظن أن هذا سوف لن يغيب الوضع المالي للسلطة الفلسطينية سوف يتم بحثه وكذلك سوف يتم بحث الطلب الفلسطيني الذي كان في الأمم المتحدة وسوف يقال للفلسطينيين بأن الطريق إلى الدولة الفلسطينية ليس من خلال الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا أي طريق آخر الطريق هو من هنا من مائدة المفاوضات ولذلك أيضا اختيرت مدينة القدس من أجل أن يقال للفلسطينيين أن يجب أن تمروا بالإسرائيليين ويجب أن يوافق الإسرائيليين على ما تريدون لا يمكن أن تقوم لكم دولة ولا يمكن الاعتراف بكم إلا من خلال الطرف الإسرائيلي ومن خلال اللجنة الربائية وهي اللجنة الربائية المنحازة ويعلم الجميع أنها منحازة للجانب الإسرائيلي وبالتالي ليس لكم طريق آخر هذا ما يراد أن يتم إبلاغ الفلسطينيين بها أو ما سيبلغ به الفلسطينيون في القدس يوم الإثنين اسمح لي أن نشرك معنا رئيس تحرير مجلة كنعان سيد عادل سمارة معنا عبر الهاتف من رام الله سيد سمارة إذا كانت الرباعية قد اعتبرت من أطراف فلسطينية كثيرة بأنها منحازة إلى إسرائيل فما الذي تتوقع من السلطة الفلسطينية في اجتماعات اللجنة الرباعية المتوقعة في القدس عند طلب السلطة الفلسطينية من اللجنة الرباعية أن تدعمها في مجلس الأمن لقبول عضويتها كدولة تامة العضوية أولا دعنا نتذكر أن رئيس اللجنة الرباعية منذ حوالي 6 سنوات استقال لأنه اعتبر اللجنة الرباعية غير موجود وأن كل شيء هو بيد أمريكا لا الاتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة ولا أي طرف آخر هذا من جانب من جانب آخر أيضا حتى بدين هذه المسألة الرباعية الدولية هي جزء من المؤشفات أو من الدول المهائمة على النظام العالمي بشكل عام وبالتالي هي فرع وليست أصل ولكن لا أعتقد أن السلطة الفلسطينية في توجهها للرباعية تتوقع الشيء الكثير وأنا ما سأعتقد أن هذه السلطة عودتنا على تقطيع الأيام وتقطيع الزمن وربما حتى تقطيع التاريخ بمعنى أن أشركوا الناس أو أشغلوا الناس أو شاغلوا الناس في قضايا معينة تبدو براقة وتبدو كبيرة وتبدو من تجواهية في حقيقة من تجواهية أي ضمانات أي حوافز أن تخفف من القيود المالية التي وضعتها إسرائيل مؤخرا ربما لتجعل السلطة الفلسطينية تغير موقفها من استمرار المضي بطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة الرباعية ليست قوة تنفيذية بمقدار ما هي قوة فشارية إلا إذا كان الموقف الأمريكي يقبل للرباعية أو يتمح للرباعية بشيء معين ولكن حتى فيما لو تمكنت الرباعية أو دخلت في هذه اللعبة بمعنى الطلب إلى الكيان الصهريون بتخفيف القيود على مثل تهويلات الضرائبية هذا سيكون من خلال قناعة أمريكية أو بناء على قناعة أمريكية كما لاحظنا مثلا في اليومين الأخيرين عندما أعلمت أمريكا أنها لن توقف المساعدة إلى الفلسطينيين يعني دعنا نقتصر بمسألة بشكل مكثف القرار النهائي والرئيسي في كافة هذه القضايا هو بيد من الامتحدة الأمريكية هناك فرص المناورة الصغيرة للرباعية وغيرها لكن حتى هذه المناورة هي مرتبطة بالموقف والقرار الأمريكي وإذا ما تعهدت بشيء سيكون من تحت الطاولة باتفاق مع الولايات المتحدة طيب هذا من طرف أمريكا ولكن فلسطينيا السلطة الفلسطينية على لسان الناتق باسم الرئيس الفلسطيني أو مستشار رئيس الفلسطيني سيد نبيل أبو ردينة قال قبل أسبوعين بأن الرئيس عباس ربما سيفجر قنبلة سياسية في الأيام المقبلة هل نتوقع أن ذلك مرتبط باجتماعات الرباعية والفشل نظريا حتى الآن في أن يتم الاتفاق أن يتم التوافق داخل مجلس الأمن على قبول عضوية فلسطين الكاملة أنا معا من حق السياسة أن تتنبأ أو أن تتكهن ولكن في اعتقادي المشكلة الرئيسية أن السياسيين إنما يتعهدون بشيء لديهم الإمكانية والمرونة بالنقوص عنه وتغطي ذلك النقوص أو النقوص بطريقة أو بطريقة أخرى ولكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن رفضت وعبزت بالفيس وبعد أن منعت كولومبيا وحتى بعد أن منعت البوسنة والهرسك لا أعتقد أنها تلعب بهذه الطريقة وبالتالي بعد فترة معينة سوف يسمح في السلسطيني أن يأخذ شيء في الأمور المتحدة أنا لا أعتقد لا أدري ما هي الكنبلة التي يريد أن يفجرها أبو مازل ولكن قد تكون الكنبلة هي المصالحة مع خالد نشعل مثلا طيب شكرا جزيلا لك رئيس تحرير مجلة كنعان كنت معنا عبر الهاتف من رامالله الكنبلة التي ربما تكون كما قال السيد سمارة اللقاء مع رئيس المكتب السياسي لحراكة حماس خالد مشعل هل اللقاء المرتقب يمكن أن يكون خلال أيام كما أعلنت مصادر صحفية بين الرئيس عباس ومشعل هل يشكل أي اختراق على اعتبار بأن المصالحة على الأرض وعلى الورق يعني عفوا على الورق وليس على الأرض هي في طور التنفيذ يعني أولا ما يتعلق في تصريحات نبيل أبردينة وأنه قال بأن السلطة الفلسطينية سوف تتخذ قرارات وستغير القرارات والشيكة ستغير وجه المنطقة كان كل الإشارات أو كل الحديث يدور عن حل السلطة الفلسطينية وأنا أقول لك بأن لا القيادة الفلسطينية قادرة على أن تتخذ مثل هذا القرار ولهي قادرة أصلا على أن تذهب لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه السلطة منذ بدأت في أوسلو منذ عام 93 وقلنا مرارا وتكرارا بأن هذه السلطة مرتهنة للولايات المتحدة وللأسف مرتهنة أيضا للكيان الإسرائيلي هذا الارتهان بسبب أن التمويل يأتي من الخارج والأوامر تأتي من الخارج وكل شيء يأتي من الخارج وبالتالي لا يوجد استقلال في القرار الفلسطيني ولا يوجد استقلال في الإرادة الفلسطينية فكيف يستطيع رئيس عباس أن يأخذ قراره؟ هذا مفهوم أن وجود السلطة الفلسطينية حاجة أمنية لإسرائيل ولكن هنا متغيرات على الأرض الرئيس الفلسطيني كان دائما يؤكد على أن المطلب الفلسطيني هو أن تؤسس لهم دولة إذا فشل هذا المطلب خلال أيام سيبدو بأنه إما فشل أو نجح ما الخيارات الأخرى خاصة للمفوضات؟ علينا التفريق بين أن تعترف الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفلسطين كدولة كاملة العضوية وأن نقيم دولة حقيقية على الأرض نحن لا استطعنا أن ننتزع من العالم اعترافا ولا استطعنا أن نقيم أصلا على الأرض دولة فلسطينية وهذا الحديث لأنه لا ننتظر أصلا مجلس الأمن حتى نقرر إذا كنا لا نستطيع ثمانية عشر عاما من المفاوضات هي التي قررت أو هي التي تدفعنا إلى الاعتقاد بأننا لا غير قادرين على إقامة دولة فلسطينية حقيقية وقادرة على البقاء وقادرة على الحياة وقادرة على حماية أبناء شعبها على الأرض الفلسطينية ولو حتى على مدينة واحدة وليس فقط على أراضي السبع وستين لم يستطع المفاوض الفلسطيني أن يقيم دولة ولم تستطع السلطة الفلسطينية أن تتطور بغير ما يريد هذا الاحتلال وبالتالي أصبح كل ما ينتج عن هذه السلطة الفلسطينية هو رغبة إسرائيلية وبالتالي لا أستطيع أن أقول لك بأن هذه السلطة اليوم سوف تتخذ قرارا خارج عن الرغبة الإسرائيلية والرغبة الأمريكية ما هو مستقبل المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيلين؟ مستقبل المفاوضات المفاوضين الفلسطينيين أمام اختبار الآن إما أن يستفيدوا مما يحدث في المنطقة من تغيرات في واقع هذه المنطقة أنا أتحدث عن الربيع العربي وعن الثورات العربية إذا لم يستطع الفلسطينيون استثمار المناخ العربي الحالي وحالة الانكفاء للإمبراطورية الأمريكية من هذه المنطقة فإن عليهم أن يظلوا مرتهنين للإسرائيليين والأمريكيين في حالة أو في شكل السلطة الفلسطينية الحالي إسرائيل لا تريد لا دولة فلسطينية ولا تريد أن تعطي الفلسطينيين شيئا وبالتالي هي تريد الإبقاء على سلطة فلسطينية بديلة لحكم المختارات للحكم المدني الذي كانت تقوم به إسرائيل نفسها في الضفة الغربية ولكنها تحاول أن تكون لها دولة ويعترف بها من العالم لجنة دراسة طلبات العضوية في مجلس الأمن قالت في مسودة لها أنها غير قادرة على الخروج بتوصية موحدة بشأن طلب انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة هناك خلافات داخل الدول التي إن حصلت فلسطين في طلبها على عدد معين يمكن أن يناقش طلبها أم لا صحيفة الحياة نقلا عن دبلوماسيين في مجلس الأمن قالت أن قرار البت بإحالة الطلب الفلسطيني الآن أصبح بيد الرئيس الفلسطيني في أن يسحبه أو أن يمضي إلى مصير محتوم بالفشل هذا كلام صحيح ما حدث أن هذه اللجنة التي أحيي لها طلب السلطة الفلسطينية درست الطلب ولم تستطع أن تأخذ قرارا فأحالته إلى مجلس الأمن الآن أمام السلطة الفلسطينية يعني رد الطلب أمام السلطة الفلسطينية إما أن تلجأ إلى لبنان كعضو عربي موجود في مجلس الأمن وأن يقوم لبنان بطرح هذا الطلب على مجلس الأمن يطرح طرح الطلب على 15 عضو حتى يتم تمرير هذا الطلب يحتاج إلى موافقة 9 أعضاء بعد موافقة 9 أعضاء تستطيع الولايات المتحدة أو أي من الدول دائمة العضوية أن تستخدم حق النقدة الفيتو فتبطل هذا القرار إذا لم يصل إلى 9 أصوات فهذا يعني أنه ليس بحاجة أصلا لإسقاطه بالفيتو وإنما سقط بالتصويت العادي والطبيعي لعدم حصول أصوات كافية لمنقشة الآن المؤكد أنه لا يوجد 9 مؤيدين لهذا الطلب الفلسطيني وبالتالي أصلا لبنان المتحدة ليست بحاجة لإستخدام حق الفيتو من أجل إبطال هذا الطلب وبالتالي هذا الطلب موؤود سواء قرر الرئيس الفلسطيني أن يحيله على مجلس الأمن فعلا أو من خلال لبنان بطبيعة الحال إذا وافقت لبنان أو لم يقرر ذلك وبالتالي يذهب الأمر هذا يؤكد بس خلينا بس أحكي لك بس النتيجة الوحيدة هذا يؤكد ما أقول أنا هذا كلام قلت في هذا المكان يوم أعلان الرئيس الفلسطيني أنه سوف يتقدم إلى أمم المتحدة هذا يؤكد بأنه هذه مجرد زوبعة إعلامية أو مجرد حرب إعلامية يريد أن يقوم بها الرئيس الفلسطيني ولا يريد أن يطلب دولة لسبب بسيط أن الدولة لا تأتي بالاعتراف الدولي وهذا كل مفكرين السياسة يقولون لو كل العالم اعترف بدولة فلسطين وهي غير موجودة سوف لن نستفيد شيئا ولو كل العالم سحب اعترافه من دولة فلسطين الموجودة سوف لن نخسر شيئا ولكن هناك من يرى بأن هذا الطلب مرتبط بنضال الشعب الفلسطيني وليس بإنجازات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا 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 القصة أنه لو كل العالم اعترفوا بدولة غير موجودة لو كل العالم اعترفوا بقناة الحوار كدولة مستقلة ذات سيادة شو بتستفيد قناة الحوار؟ نثق ولا إشي ولو كل العالم قال أنه أمريكا مش دولة أمريكا شو بتخسر؟ في المقابل لأنه أمريكا دولة قائمة القصة أنه اليوم هناك أكثر من 115 سفارة فلسطينية في العالم وهناك أكثر من 115 دولة تعترف بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة ماذا استفاد الفلسطينيون؟ لا شيء هذا السؤال يمكن أن نحيله للسلطة الفلسطينية ربما إذا كان من المفترض يكون معنا ضيف يمثل وجهة نظر قريبة من السلطة على كل حال الخبراء القانونيون يؤكدون بأن هناك خيارات أخرى يمكن أن تطرح على مجلس الأمن ويمكن أن يقبلها من مثل أن تطرح عضوية فلسطين كدولة مراقبة هل يمكن أن يمر مثل هذا الطلب أيضا؟ هذا ممكن من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ووارد وهذا يعتبر طلب أدنى لكن ما هو الفرق إذا كانت السلطة الفلسطينية ستأخذ هذا الخيار؟ فالسؤال المطروح على السلطة الفلسطينية ما هو الفرق بين عضوية منظمة التحرير كعضوية في الأمم المتحدة أو هي عضو في الأمم المتحدة عضو مراقب وبين عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة برأيك يبدو أن الخيارات السلطة الفلسطينية تبدو محدودة في ظل وضعها لسياق معينة لهو المفاوضات أسلوبا وحيدا أو ورقة سياسية وحيدة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي هل لدى السلطة الفلسطينية خيارات بديلة غير مجلس الأمن؟ أنا أخبرك ما هو الخيارات البديلة الخيارات لدى السلطة الفلسطينية أن تعود إلى الشعب الفلسطيني وأن تتصالح مع مكونات الشعب الفلسطيني وأن يجلس كل مكونات الشعب الفلسطيني فيوجد برنامجا وطنيا فلسطينيا جديدا يعني علينا أن ندرس نتائج 18 عاما من المفاوضات مع إسرائيل ومن ثم بناء على هذه النتائج بناء على فشل 18 عاما من المفاوضات مع إسرائيل بناء على فشل 13 اتفاق أبرم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وانتهكتها جميعا إسرائيل بناء على انقضاد إسرائيل على المناطق ألف وبا وجين في الضفة الغربية وانتهاكها كل الحرمات الفلسطينية منذ عام 2000 وليس منذ اليوم بناء على وجود 6 ألاف أو 5500 أسير فلسطيني ما زالوا في السجون الاحتلال لم تتمكن السلطة الفلسطينية من إطلاق صراح سجين واحد منهم بينما استطاعت حركة حماس وهي المأزولة دوليا من أن تطلق صراح ألف سجين فلسطيني في صفقة الأسرة علينا أن ندرس كل هذه المعطيات ومن ثم نخرج ببرنامج وطني فلسطيني بديل عن برنامج المفاوضات بديل عن برنامج أسلو هل يمكن لحماس أن يكون لها دور في هذا الشأن في تعزيز موقف السلطة الفلسطينية إذا اختارت أسلوبا وطريقا غير المفاوضات الذي يبدو لكثيرين بأنه قد وصل إلى نهايته بكل تأكيد حماس لها دور ليس لأنها حركة حماس وإنما لأنها الآن أهم فصيل فلسطيني حماسية التي تسيطر اليوم على قطاع غزة أنا لا أستطيع أن أتحرك لا إلى العالم ولا إلى أي جهة في الكرة الأرضية بدون الرجوع إلى قطاع غزة وأنا أمثل نصف الوطن الفلسطيني حتى ما هو نصف الوطن الفلسطيني نصف الوطن الافتراضي له الضفة الغربية وقطاع غزة هذه 22% من فلسطين بس بدي أسلم أنه هذه فلسطين ما ذلك نصفها موجود في حركة حماس النقطة الثانية أن حركة حماسية التي حصلت على أصوات 60% من الشعب الفلسطيني في آخر انتخابات فلسطينية أجريت النقطة الثالثة أن حركة حماسية هي الشريك الوحيد موجود ولكن ماذا ستقدم له إذا الآن توقفت المساعدات المالية في الضفة الغربية كلها هل تستطيع حماس أن تقدم دعما ماليا أو أن تجلب دعما ماليا إذا ما فعلا تم حل السلطة الفلسطينية كما صرح صراح البردويل بأن حماس ستدعم الرئيس عباس إذا ما قرر حل السلطة إذا بتحكي لي المليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة كيف بصرفوا على حالهم وبيأكلوا وبشربوا بحكي لك الثلاثة مليون فلسطيني في الضفة كيف رح نصرف عليهم لما حل السلطة بنفس الطريقة اللي عايشين فيها أهالي غزة بيعيش أهالي الضفة الغربية القصة ما هي قصة معقدة حماس معزولة دوليا ومحاصرة في قطاع غزة ومدرجة على قوائم الإرهاب أصلا في كذا دولة ومع ذلك استطاعت أن تسير الأمور في قطاع غزة لها حوالي أربع سنوات وأنا أطمنك بأنها تستطيع تسير الأمور في قطاع غزة لأربعين سنة قادمة والسبب أن كوبا نتمنى أن تتحرى في فلسطين قبل ذلك التاريخ القصة ليس فقط حركة حماس على السلطة الفلسطينية أن تجلس مع كل مكونات الشعب الفلسطيني سواء حماس أو الجهاد الإسلامي أو كل الفصائل الفلسطينية وأن تنتج برنامجا بديلا عن المفاوضات وعن مجلس الأمن هذا هو المطلوب وهذا حاجة لجلسات حوار مطولة وليس لبرنامج تلفزيوني الكاتب والصحفي محمد عيش شكرا جزيلا لك